وفي ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات أصبحت مستشفيات غزة عاجزة عن تقديم خدمات منقذة للحياة والرعاية الصحية لمئات الجرحة بعد أن وضع الاحتلال جميع سكان غزة في دائرة الموت تتوالى فصول الكارثة الصحية في غزة بعد أن أصبحت مستشفيات القطاع هدفا للعدوان الإسرائيلي الغاشم في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات أصبحت مستشفيات غزة عاجزة عن تقديم خدمات منقذة للحياة والرعاية الصحية لمئات الجرحة بعد أن وضع الاحتلال جميع سكان غزة في دائرة الموت بالاستهداف المباشر أو القتل بعدم توفر الخدمات الصحية في دير البلح بوسط غزة تحولت هذه المدرسة إلى مستشفى ميداني في محاولة لتخفيف بعض العبء عن مستشفى شهداء الأقصى المكتظ بالمرضى حيث يستقبل المستشفى الميداني من 20 إلى 30 مريضا يوميا من مستشفى شهداء الأقصى ولا أنه كان في الأساس مدرسة فإن المستشفى الميداني يفتقد إلى أبسط المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية الوضع في مستشفيات غزة محزن وكارثي للغاية ولسيما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تتورع عن اقتحام المستشفيات واعتقال الأطباء والمبردين والجرحة وإجمالا بات أكثر من 22 مستشفى خارج الخدمة إضافة إلى 138 مؤسسة صحية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي ونقص الواقود والعاملين